حدثنا إسحاق ابن عيسى أخبرنا مالك عن الزهري عن أبن محيصة عن أبيه أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها فلم يسأله فيها حتى قال له أعرفه ناضحك وأطعمه رقيقك حدثنا إسحاق هو ابن عيسى حدثنا مالك عن الزهري عن حرام ابن محيصة أن ناقة للوراء دخلت حائطا فأفسدت فيه فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حظها بالنهار وأنما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن حرام ابن سعيدة ابن محيصة ابن مسعود قال كان له غلام حجام يقال له أبو طيبة يكسب كسبا كثيرا فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام استرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فأب عليه فلم يزل يكلمه فيه ويذكر له الحاجة حتى قال له لتلقي كسبه في بطن ناضحك حدثنا سفيان عن الزهري عن حرام ابن سعيد ابن محيصة أن محيصة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب حجامين له فناهاه عنه فلم يزل به يكلمه حتى قال أعرفه ناضحك وأطعمه رقيقك حثنا سفيان قال وصامعه الزهري عن سعيد ابن المسيب وحرام ابن سعدي ابن محيصة أن ناقة للبراء ابن عازيب دخلت حائط قومين فأفسدت فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الأموال على أهلها بالنهار وأن على أهل الماشية ما أصابت بالليل حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن حرام ابن سعيدة ابن محيصة ابن مسعود عن أبيه عن جده محيصة ابن مسعود قال كان له غلام حجام فذكر الحديث حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن حرام ابن محيصة عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه فأعاد عليه فنهاه فذكر من حاجته فقال أعلف ناضحك وأطعمه رقيقك حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن حرام ابن محيصة عن أبيه أن ناقة للبراء ابن عاسب دخلت حائط رجل فأفسدته فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حظها بالنهار وعلى أهل الموشي حظها بالليل حدثنا يزيد أخبرنا أبن أبي ذئب عن الزهري عن حرام ابن محيصة عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه عنه فذكر له الحاجة فقال أعلف هنا واضحك حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام عن يحيى عن محمد ابن أيوب فأن رجلا من الأنصار حدثه يقال له محيصة كان له غلام حجام فزجره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسبه فقال أفلا أطعمه يتام لي قال لا قال أفلا أتصدق به قال لا فرخص له أن يعرفه ناضح هد ترجمة نانسي قنقر